على قلتهم يجوبون شوارع العاصمة بيروت ملتحفين بأعلام لبنان حاملين شعارات تخلد ذكرى مرور سنة كاملة على اندلاع يضخم احتجاجات شعبية عاشتها لبنان بس الاحتفال بكبير لما منقضي على المافيا لما منغير هيدا السلطة ومنغير النظام السياسي الطائفة ستة دولارات كانت كافية لإشعال فتيل الحراك ستة دولارات قيمة ضاربة فردتها حكومة الحريري قبل سنة مضت على تطبيقات المراسلات الإلكترونية لم يستسغي اللبنانيون مقترح الحكومة فنزلوا إلى الشوارع رفضا للضاربة الجديدة التي ألغيت فيما بعد غير أن سقف طموح المحتجين لم يتوقف عند هذا الحد بل ارتفع ليصل إلى المطالبة برحيل الحكومة ردخ سعد الحريري لضغط الشارع في الثاني عشر من شهر نوانبر بعد شهر ونصف من المشاورات الشاقة بين الفرقاء السياسيين كلف الرئيس ميشيل عون وزير التربية السابق حسان دياب بمهمة تشكيل الحكومة من أجل إخماد الاحتجاجات وإخراج الاقتصاد من أزمة خانقة زادت من حدتها تبعات الإغلاق بسبب تداعيات جائحة كورونا كما عاشت البلاد على وقع صدامات عنيفة زاغت عن مصارها السياسي وأصبحت النزعة الطائفية عنوانا لها بعد أشهر على تعيين الحكومة الجديدة ستهتز العاصمة على وقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر غشت الماضي خلف الحادث مقتل أكثر من مئتي شخص وخسائر مادية جسيمة طالت العاصمة أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة أسبوع واحد بعد الانفجار أعلن حسان دياب عن استقالة حكومته ليتولى مصطفى أديب مسؤولية قيادة البلاد قبل أن يعتذر بدوره عن تشكيل الحكومة لانعدام التوافق بين الفرقاء السياسيين